إذا قاموا بقتله وقالوا مات وانتا تقول واحد ستة وثمانين سنة هذك هو ممكن يموت صحيح كلنا ممكن يموتوا لكن انا على يقين اذا مات هذا اليوم انا يقدروا قتله يقتله يعني لكن هل ستكون المحاكمة ام لا ما نشعر فيه هذا ربما نسأل علي واحد من الخبراء لكن لاكيد حتى لو كان يقتله التهم ثبتت هو متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا انتصار كبير اذا جرت المحاكمة سوى احذر ولا ما احذرش فهذه ستتأكد لان هؤلاء السويسريين اللي دافعوا بشرح القضية الى اخرها ضد السويسريين اخرين ولوبيات خارجية اخرى بما فيها لغبي العصابة كانوا متأكدين بان القضية تستهل المعركة وان التهمة ثابتة وان اذا ذهبوا عند القاضي لان تبقى النيابة العامة بعيدة القاضي واحد اخر عندما يذهبوا عند القاضي القاضي اكيد سيؤكد هذه التهم وان لا ما كانوا يقومون بمعركة متواصلة راي استمرت من 2011 الى 2022 اللي كان فيها تأكيد على الاتهامات والان امس جاء تأكيد على المحاكمة لان بعد تأكيد الاتهامات في فبراير 2022 اصبح السؤال هل يحاكم ام لا خاصة بعد ان سمحوني باش يروح لكن هما سمحوني باش يروح لان كان هناك خلاف داخل سويسرا الجهة اللي كانت تريد ان تحاكموا جهة اخرى قالوا لهم ارى نرى احنا نبعيد في هاد المشكلة خلوه يروح ويتعهد انه يرجع الان نضاو الى الخطوة الاخيرة وهي تقارير المحاكمة هذا مهم جدا هذا صفعة اكبر من صفعة البريكس بكثير هذا تأكيد على ان ما جرى في الجزائر كان جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وكانت حرب تجري دفع فيها عشرات الالاف من الجزائريين الابرياء لم يكونوا يحملون اصلا سلاح ما نجد تكلم عن المسلحين هذاك شيء اخر الاغلبية العظمى الذين قتلوا في مجازر او خطفوا من مكاتبهم او من مدارسهم او من بيوت النعوم بما فيهم الاطفال احيانا امور 15-16-17 سنة او الذين قتلوا في طرقات او هذا انتصار عظيم انتصار لقيمة العدالة لمبدأ العدالة في انتظار ان تتحقق المحاكمة ولكن حتى ولو لم تجرى المحاكمة لا حضوريا ولا غيابيا فان تأكيد التهمة فان التهم قد تأكدت وهذا في حد ذاتها انتصار كبير انتصار كبير في انتظار انتصار اخر يحقق الشعب الجزائري داخل الجزائر وانا عندي نوم الاحساس انه قد لا يأتي المحاكمة في سويسرا ولكن قد يفجئه الشعب الجزائري بثورة شعبية ويلقي عليه القبض وهو حي اذا لم تسارع المخابرات الارهابية الى اغتياله بشكل حقنة او بشكل دماغية او قلبية ويحاكم الشعب الجزائري انا عندي احساس كبير ان الشعب الجزائري هو اللي يحاكمه وهذا اللي نتمنىه ان نتمنى ان لا يقف داخل محكمة سويسرية وانما داخل محكمة جزائرية منقوضات عدول حقيقيين يوجهوه بالاتهامات وهي اكثر بكثير مما قالته وزارة العدل السويسرية ولذلك انا اقول من هنا لشنغريحة وجبار مهنام وكحال مجدوب ويحيا والحاج وقائمة طويلة جدا من كبار المجرمين ليس لديكم مفر الحل الوحيد اذا بقى لكم شوية ذكاء وشوية حكمة ان تصلوا الى حل مع الشعب الجزائري ان تعلنوا بانكم تبتعدون على السلطة تبتعدون على الحكم وتسلمون الحكم للشعب الجزائري وفق المادة السابعة والثامنة كما طالب بها الحرك وان مقابل ذلك الشعب يعطيكم حسانة قضائية بحيث لن تحاكموا في هذه الدنيا في انتظار ان نحاكم جميعا عند الديان عند الذي لا يظلم احد هذا هو المخرج الوحيد وإلا ما دام فينا نفس وانا مش تكلم هنا على نفسي فقط فانا قد اختفي اغتيالا او موتا او باي شكل في اي وقت وانما على كل جزائري حر ما دام هناك جزائري وجاء او جزائري حر على هذه الارض سنلاحقكم الى اخر واحد منكم كما فعل اليهود ويفعلون ما زال مع النازيين ما زال حتى قبل ثلاث سنوات او الاربع سنوات حاكم اليهوديين اليهود حاكموا واحد نازي جابوه من الارجنتين وحاكموه في المانيا وهو عمره او هي كانت واحدة مرأة واحدة مرأة رجل اثنين اعتقدنا المرأة كان عمرها سبعة وتسعين سنة سيلاحقكم احرار الجزائر الى اخر واحد منكم والى اخر رتبة منكم اذا ما اخذيتوش فرصة انكم تتصالحوا مع شعبكم وتقدموا ما يجب ان يكون وهو ان تعودوا الى ثكناتكم يبقى منكم لمازالوا قادرين صحيا في مناصبهم والاخرين يذهبون الى تقاعد وتعطى لهم حصانة بان مقابل التخلي على السلطة الظالمة اللي رهم مسيطرين عليها تعطى لهم حصانة بان لا يحاكموا ولكن تبقى لنا كمسلمين وكمؤمنين اننا سنذهب جميعا الى محاكمة لا وزر فيها ولا ظلم فيها ولا رشوة فيها ولا شكرة فيها اكيد انا انصحكم لان بهذا الموقف يتأكد الان ونقول ايضا الجزائريين الان بهذا القرار كل واحد بالمناسبة مش شرط تكون لازم سنذهب في سويسرا ومش شرط المجرم لازم يكون جال سويسرا كل واحد يستطيع ان يثبت على هؤلاء الذين قاموا بالتعذيب والاختطاف والقاتل والاغتيالات وا 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 كما جات في الوثيقة والتي اتهمت سيدهم نزار يستطيع ان يرفع قضية وان يلاحق هذا المجرم كان سواء كان اسمه كحال او علي او يحيى او الحاج او جبار مهنة او ناصر الجن او 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 واقول للاذلة والاذناب والعملاء انتع ناصر الجن ايام هؤلاء في حالة بائسة وراهم في حالة سيئة وايامهم اصبحت معدودة ربما السابيع ربما اشهر فكفوا عن خيانتكم وعن نذالتكم واختفوا من عيون الشعب الجزائري لعله ينساكم